اشتركوا في القناة وحدنا رب القلوب ولحفظ آيات الكتاب هقد أتينا كل فا نمضي على درب الصواب من قبل أن تجل الخطوب من قبل أن تجل الخطوب في رحلة تطوي الدروب بين المدائن والشعوب بحضرة الذكر الحكيم وحدنا رب القلوب وحدنا رب القلوب مستمتع جداً وأنا أتذكر معكم يا أحبابنا آداب تدبر كلام الله سبحانه وتعالى والأسباب التي تعيننا على هذا التدبر من الأمور المهمة التي تعينك على تدبر كلام الله سبحانه وتعالى أن تأخذ بآداب تلاوة القرآن العظيم من الآداب الطهارة والوضوء الآن أردت أن تتدبر كلام الله سبحانه وتعالى ويخشع قلبك أولا أن تتوضى الأمر الثاني السواك و نصحنا النبي صلى الله عليه و آله و سلم بالسواك عند تلاوة القرآن الأمر الثالث استقبال القبلة تستقبل القبلة و أنت تتدبر هذا الكلام العظيم الأمر الرابع أن تتجنب الأحاديث الجانبية يعني تجلس في مكان خاشع الآن أنت مع كلام الرب عز وجل هذا الكلام العظيم ما ينفع و أنت جالس تتدبر هذا الكلام أنا أجد ناس في رمضان في نهار رمضان يقرأ القرآن بتدبر و التلفزيون شغال على المسلسلات أو معه واحد من ربعة يقطع التدبر ثم يتكلم معه و يسولف معه ثم يرجع إلى القرآن هذا الكلام غير صحيح و لن يعينك على تدبر كلام الله سبحانه و تعالى لا تتدبر القرآن و أنت في نعاس أو وقت النوم تقطع التدبر وتتثاوب تقطع التدبر و تشعر أنك في نعاس هذا يمنع عنك تدبر كلام الله سبحانه و تعالى هذه الآداب يريد أننا نأخذ فيها هذه الآداب بإذن الله ستعينك إعانة كبيرة جدا أن تتدبر كلام الله عز وجل تبارك الرحمن 35 سنة تحفظ القرآن في بيتها ثم تطور العمل فأهدتها الدولة أرضا بنت عليها مركزا لتحفيظ القرآن قمنا أنا و فريق عمل مسافر مع القرآن في زيارة المدرسة و أيضا قمنا بالزيارة ننزلي في رحلة تطويت دروب بين المدائن و الشعور و بحضرات الذكر الحكيم و حدنا رب القلوب و حدنا رب القلوب تعال ايش هذا اقرأي الحمد الرحمن مالك إياك نعبد و ننظر إلى هذه المصاحف ممكن أن هذه المصاحف لا توجد عندنا في بلداننا مصاحفنا أجمل من ذلك ما شاء الله تبارك الرحمن بتصميمها و شكلها تبارك الله ولكن هذه المصاحف مقطعة ولكنها تحتوي على كلام الله عز وجل و هؤلاء يحفظون منها القرآن ممكن أجيال حفظت من هذا المصحف قبل هذا الولد الجميل تبارك الله انت اللي لا يمكن كتاب يوازيك و انت المعين المستحيل انقطاعا كتب رسالات السمات كاملت فيك شريعتك من الله و أهلك جماعة ربنا إنك تعلم ما نكفي وما نعلن و ما يخفى على الله من شيء في الأرض و لا في السماء الشيخة مريم نياس نشأت في أسرة قرآنية في السنيقال أبوها من أشهر العلماء في السنيقال حفظها القرآن و حفظ كل أخوانها كتاب الله عز وجل بدأت الشيخة مريم بتحفيظ القرآن في السنيقال منذ عام 1952 الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي لو لا نهدانا الله هذا أعطاهنا فمنون أو أمسي بغير حساب هذا أعطاه الله أنا شجعت لأن والدي كان عملويا وجعلني أحب تعلم القرآن وأستاذي أيضا لما كان يدرس إذا أراد أن يخرج إلى مكان قال لي أخوذ أولاد علمه أخوه هو علمه هو محمد الله رباني حيث شيخة مريم تفضل ذلك نعم قبل أن تبدأ الدراسة العربية تحفظ القرآن الكريم أولا طبعا الشيخة مريم شيخة مريم نياس هي صاحبة هذه الدار الذي يحفظون في القرآن ولها أربع مراكز مع هذه الدار ما شاء الله تبارك الرحمن وعمرها الآن 82 سنة والشيخة الذين ترونه الآن أمامكم هو من حفظ عليها كتاب الله سبحانه وتعالى وحفظ في هذه الدار والآن يعلم بدأتهم من ألف باتاثة أعلمهم من ألف باتاثة بدأت لهم تجويد أقرأ لهم أولا بعد ما يعرفون الحروف بدأت لهم سرط الفاتحة وهكذا الشيخ تيجان هو أكبر أبناء الشيخة مريم جعلته أمينا عاما على المدرسة مدرسة حفظ القرآن وتبارك الرحمن حفظ الشيخ تيجان القرآن وهو عمره عشر سنوات هذه المدرسة عندنا خصوصية لأنها مدرسة نظامية ولكن تدمج تعليم الفرنسي والتربية الإسلامية واللغة العربية هنا ما شاء الله من الرياضة من الروضة إلى آخر السنوات ما شاء الله في هذه المدرسة في هذه المدرسة أكثر تقريبا 1300 ولكن الأصل هو القرآن أصل هو القرآن وهي أحتفظت بجزء من هذه المدرسة نعم و قسم العربي نعم والمععد الإسلامي العربي الذي أسسته من عام 1994 التقيت مع مجموعة من محفظي القرآن في هذه المدرسة وتعرفت أكثر على دور الشيخة مريم شيخ محمد حدثنا عن بدايتك القرآنية البداية الحقيقية وأنت كنت لا تعرف أصلاً اللغة العربية صحيح منذ أن كان عمري ست سنوات نعم التحقت بشيخة مجاهد الكبيرة شيخة مريم هذه انتقتني الحروف القرآنية من الأليف إلى يائهيا كما تعرفون وبعد ذلك وصلنا إلى الصور قصير من القرآن ثم إلى نصف القرآن ثم إلى القرآن كامل أنا أصلي من نيجيريا من نيجيريا من نيجيريا ولكن نشأت هنا وتربيت هنا على يد الشيخة مريم أنت أتيت من نيجيريا للشيخة مريم سمعت عنها وأتيت إليها نعم هي بنفسها هي التي سافرت إلى هناك نعم وزارت تلك الديار نعم والتقت بأبائنا وبعد ذلك قبل ذلك سمعت عنها وسمعت عن أبيها الشيخ الإسلام الشيخ الإسلام الشيخ الإسلام الذي هو معلمنا الكبير وجدت صعبة جدا لأن الإنسانهم بعضهم من نيجيريا بعضهم من بلدان الأخرى ليس بلدان العرب وجدت صعبة كل ما أريد أن تقلهم حتى أخذ ألسنتهم لسانهم أقول لهم أريف باع تاء ثاء حتى يعرفوا جيم حاء صعبة جدا صعبة مع الأولاد ليس عندهم لسان العربية بدأت لهم وبعد الحفظ هي فتحت هذه المدرسة ندرس فيها دروس الدينية وبدأت من ابتدائية إلى أن حصلت شهادة إدادية ومن الإدادية هي منحتنا المنحة من هنا إلى إمارات العربية المتحدة وذهبنا وتابعتنا الدراسة ثم عدنا إلى جانبها لكي نساعد لها هي لا تعطي المنح إلا لمن حفظ القرآن كهدية منها له كجائزة كجائزة إن شاء الله للحفاظ القرآن الكريم هي كجائزة وكمنحة لكي تحفظنا أيضا ولكي تشجعنا للمواصلة نعم كم سنة قضيت أنت في نصف في مصر قضيت سبعة سنوات تعلمت هناك في الأزهر في الأزهر في كل اللغة العربية ثم أتيت إلى هنا كي تعلم القرآن ثم رجعت قبل سنتين رجعت إلى هنا لكي نصف على نفس النحجة أجلس مع أحد حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى في هذه المدرسة وهو الشيخ محمد ما شاء الله عمره الآن 11 سنة ويحفظ القرآن الكريم كاملا كم عمرك حفظت القرآن؟ طبعا أنا أنوه على أمر مهم جدا أنني أجلس مع هذا الشيخ ما شاء الله شيخ محمد هو لا يعرف شيئا من اللغة العربية هو يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى ولكن متى يتعلم اللغة العربية عندما ينتهي من حفظ القرآن؟ هو الآن بدأ يتعلم اللغة العربية والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها ثمًا وعميانا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْلَنَا مِنْ أَذْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنَ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا كم عمرك؟ عمره ثمان سنوات عمره ثمان سنوات وَالثَاءِقَ وَأَغْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْثَاً دِهَاقًا لَا يَسْمَعُونَ فِيَا لَغْوًا وَلَا كِذّابًا جهد كبير لا يعرف من اللغة العربية شيء وهذا القرآن أنزل باللغة العربية ولا ننسى آية نزلت على النبي صلى الله عليه وآله وسلم هي حج علينا كعرب لمن يعرفون اللغة العربية عندما قال الله سبحانه وتعالى للنبي عليه الصلاة والسلام معاتبا أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يطلى عليهم أولم يكفهم أن أنزلنا هذا القرآن بلغتهم ولا يحفظون القرآن الكريم كاملا فهذه الآية دائما تكون لنا شعارا حتى نحفظ القرآن ونحفظ أبناءنا القرآن كما حفظوا هؤلاء وهم لا يعرفون من اللغة العربية أي شيء من قلبنا بنحب القرآن ربنا نور الحياة كما حفظوا هؤلاء نور الحياة جنتنا آياته العظيمة منزلة وفي خدمته أعظم مكانة منزلة حلقته بتخلي الملايكة تحفنا وإحنا معا بيننا وبين الله صلا في مدينة إمبور في السنغال تأسس في هذه المدينة الفقيرة البسيطة جدا عام 1990 معهدا للقرآن الكريم الذي أسس هذا المعهد هو الشيخ عبدالله بام وسمى هذا المعهد باسم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعرضه تضم فرعين قسمين قسم لتحفيظ وقسم للتعليم الإسلامي العربي فهذا القسم التعليم العربي اليوم في الإجازة أما القسم التعليم القرآني الآن أنا ألاحظ هنا شيخنا ثلاث حلقة حلقة ثم حلقة ثم حدثنا عن أول حلقة هذه تسمى الحلقة الثالثة وعندما يصل الولد إلى صورة مريم يلتحق إلى هذه الحلقة بعدما يحفظ نصف القرآن نصف القرآن ويذهب إلى هذا القسم هذا الفصل ويبقى معه عدد من المحفظين ويكون أيضا قد بلغ من السن يعني شوية ثم يستمر مع الأولاد الذين هؤلاء أكثرهم حافظوا المصحف أغلبهم ما شاء الله حافظي القرآن ما شاء الله حبارك أغلبهم هذه ألاحظ فيها ما شاء الله الألواح نعم بلغة الألواح يأتيني أحد الطلبة باي 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 جاي أغلبهم نعم نعم جبرنا نون ألف برا يقول با سين ميم ألف 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 لام لم لام ماشاء الله نون صاد ر ألف لام لام ه يعني هكذا تكون بداية الطال في السنقال كي يتعلم الحروف ومن ثم يعرف أن يقرأها ومن ثم يبدأ بكتابتها وبعدها ينطلق في حفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ونحن نسير في هذه الحارة البسيطة الفقيرة جدا وجدنا شابا في الخارج لفت انتباهنا يراجع حفظ للقرآن ويكتب مقرر اليوم على اللوح فعلا أنها حارة بسيطة وفقيرة ولكنها قرآنية جميلة و أنا و يوسف الأنصاري في الحارة نتمشي خرجنا بمدرسة عمر الخطاب نتكلم عن العفوية في الحارة والله و إحنا نمشي وجدنا هؤلاء بمكانهم واحد يراجع القرآن كتابة على الورقة و الثاني على اللوح لو تشاهدون معنا يخط القرآن الكريم شوف يوسف جبريل هو أحد حفظت القرآن الذين تخرجوا من معهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه و أرضاه حفظ القرآن و عمره خمسة عشر عاما و أيضا حفظ القرآن بثلاث روايات حفظ و ورش و قالون التقيت معه و تبادلت معه أسئلة كثيرة قرآن الآن هو يحفظ الطلبة القرآن الكريم ما شاء الله تبارك الرحمن ما رأيك يا شيخنا نختبرك في القرآن نعم جاهز إن شاء الله نعم تقرأ بحفص 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 الآن نسأله سؤال و يقرأ بحفص بإذري الله وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعْهُمْ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا سبحانه وتعالى أن يبالك فيك يا شيخ ما هي أمنياتك يا شيخنا ما هي الأمنيات التي تتمناها بعدها حفظت القرآن والآن تحفظ القرآن ماذا تتمنا أمنياتي أن أحصل على منها الدراسة ويواصل الدراسة أين تواصل دراستك في الجامعة الموجودة في المدينة من الور ماشاء الله أمنيته أن يذهب إلى الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة و يحصل على منحة كيدرس العلوم الشرعية فيصبح عالماً من علماء المسلمين و يأتي إلى هذا المكان و يعلم إخوانه في السنقال و يربيهم على منهج النبي صلى الله عليه و آله و سلم و على تعاليم هذا القرآن الذي هو أحسن الحديث كلام الله سبحانه و تعالى فسأل الله سبحانه و سعال أن يبارك فيك يا شيخ زفريل القرآن فاجر يا أخي مشهود والخير في صفحاته معقود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوماً للورى مردود فاحرص على القرآن لا تبخل به فالخير دوماً فالخير دوماً فالخير دوماً للورى مردود من الأسباب الجميلة و المهمة التي تعينك على تدبر كلام الله سبحانه و تعالى هي أن تجتمع مع أحبابك و أصحابك جلسة قرآنية جميلة تتدبرون هذا الكلام العظيم كلام الله سبحانه و تعالى حلقات التدبر القرآنية جميل جداً أنك أنت تجلس في المسجد بعد صلاة الفجر مثلاً معاك أصحابك عندكم شيخ المسجد و إمام المسجد لمن يعرف علم القرآن تجلسون معه حلقة قرآنية جميلة و تتدارسون كلام الله سبحانه و تعالى و تتتكلمون عن التدبر تأخذون ولو آية واحدة تتدبرونها و تعرفون معانيها و يخشع لها القلب فتعملون بهذه الآية فعلاً يا إخواننا هذه من الأسباب المهمة التي تعينك أنا أعرف عائلة قابلتها في يوم الأيام أب و أم و أولادهم يجلسون في البيت يومياً يعني قبل الله يودي عيال المدارس يقعدون حلقة قرآنية أهل، بيت، أسرة جميلة يتدارسون في اليوم و لو آية وحده يقعدون مع بعض كل واحد يذكر اللي عنده يفسكون تفسير من التفاسير فتخشع لها القلب فيبدي هذا اليوم يوم جميل مع تدبر كلام الله سبحانه و تعالى اسمع حديث النبي صلى الله عليه و آله و سلم حينما يقول مجتمع قوم في بيت من بيوت الله سبحانه و تعالى يطلون كتاب الله و يتدارسونه بينهم معنى التدارس أي تدبر قال إلا و نزلت عليهم السكينة و غشيتهم الرحمة و حفتهم الملائكة و ذكرهم الله في من عنده بمجرد أنك تجلس هذه الجلسة العظيمة القرآنية النبي عليه الصلاة والسلام قاعد يحمسنا قاعد يحفزنا قاعد يبين لنا أن من أهم أسباب التدبر و هشوع القلب مع القرآن هو التجمع القرآني و حلقات التدبر القرآنية فعلاً إنه سبب عظيم لتدبر القرآن العظيم عريض العشق بين الدور عريض العشق بين الدور نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكين القارض الرحمن نطوف برحلة القرآن دروب الخير والأوطان وتسمو غاية الدنيا لكين القارض الرحمن مع القرآن يحلو السير سنة النور بالتفكير على الأرواح بالتأثير في الخير والبرهان من القرآن للإنسان على الأفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان من القرآن للإنسان على الأفاق والأكوان به نمضي مدى الأزمان لا نرجو سوى الرضوان اشتركوا في القناة